طبعاً كحل أسود النجم أو البطل مال كحل أسود هو عبدالله التركماني هو النجم الحقيقي والبطل الحقيقي لهذا المسلسل بشخصية ناصر وهذا الشيء مو مستغرب عن فنان فنان نجم بمواصفات يعني المذهلة مالة عبدالله التركماني بشخصية ناصر اللي كل من أحبه هذا الطفل الكبير اللي يركض في السكيك وعنده مشاكل طافة وكالنفس أي طفل طبعاً هو كان في المسلسل هو المتنفس الوحيد الكوميدي في هذا المسلسل الدرامي التراجيدي وهو والدور اللي قدمته الفنانة العراقية ميس قمر أيام الشخص اللي طلع دور زوجها من غناء وما شونه هم شوي يطلعون يعني متنفس يعني عن الأدوار التراجدية والتحكم والتسلط والمشاكل اللي قاعدة تسير يعني فهم هذول متنفس وما في مشاهد ما حب ناصر وما في مشاهد ما بجع على ناصر عاش مظلوم مات مظلوم عاش مظلوم أن الله يعني جاء يعني جاء ب إعاقة فكرية خلتها هو رجل في جسم هو طفل بجسم رجل ما يفهم الرجولة لكن يفهم الطفولة عايش طفل كبير ونظلم أنه هو مو ذنبه هو ما يبي يتزوج ولا هو عنده ذنب إنه إنسان إنه نفس إنسانه تتآمر عليه عشان تقتلع عشان تقتلعه من طريقة هو أساسا ما راح جاء جابه فعاش مظلوم وما تظلوم فأثر في المشاهدة بشكل كبير وأنه خطير أنا دائم من النادي عبقرينو يعني عبدالله التركماني لأن عبقرينو شخصية عبقرية بالفن ينسي نفسه يعني أنا أذكر حتى في أحد المهرجانات اللي شفت قدم فيه أرض مرة مسرحي مهرجان يعني خليجي فاللجنة نفسها كانت حجة في الفندق في الليل فأحدهم قال أنت أنتكم فنان مذهل يخرق اسمع جابه التركماني طبعا أنتنا فناني خرق فنان عبقري ما رح يتكرر هو أعداد تركماني فقط جاتي سوه في أو من من